السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لا يوم الأحد واحد أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 3.48 دقيقة من صباح يوم الاثنين ليندقل القمر بعدها لبرج العذراء واليوم عنا بداية تراجع أرانوس وعنا تراجع بلوتو من برج الدلو لبرج الجدي القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 10.50 دقيقة من صباح اليوم الأحد ليندقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه اليوم موجود في برج الأسد معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بكونوا أكثر كرماً مما اعتدنا عليه مادياً وعاطفياً وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات والمشاركة العاطفية مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المهل برضو ممكن نستثمر أو نشترم مجوهرات ثمينة ومنكون جارئين ومنرتد الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 6 و 10 دقائق صباحاً بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان ابتمنحنا للعطف والمودة ومنحضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وابتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 36 دقيقة ضخراً بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من قيالنا بتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وابتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية ويصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هذه الزاوية وهي رح يكون الساعة 13 و 18 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج هو بداية تراجع أورانوس في برج الثور رح يظل متراجع طبعاً لغيت يوم 30 و 1 عصر يوم 30 و 1 لا يرجع للحركة العمامية وهذا التراجع عادةً بيحدث كل عام وبيستمر مدة التراجع خمس شهور تقريباً كوكب أورانوس العلاقة بالتغييرات والمفاجآت والثورات والتقنية والكهرباء والحواسيب ففي فترة التراجع بيكون إلها تأثير سلبي على هاي الأشياء اللي ذكرناها وبيزيد تمرد الأفراد ضد أهليهم ومجتمعهم وممكن تحدث انقلابات سياسية أو يزداد الناس من حولنا عدوانية كما أنه بنشعر بالرغبة في تحطيم ما هو قائم من قيم وعادات وعدم التقيد بالأنظمة المرعية فترة التراجع بتضاء للإنجازات في مجال التقنية أيضاً وبما أنه بيتراجع في برج الثور فهم أكثر المتضررين هم وخاصة موليد العشرية الثالثة من موليد برج الدلو لأنه هو الكوكب الحاكم لبرجهم بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار وبتعرضنا للتغييرات المفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أن هتعرضنا للفراق أما بالنسبة للحدث الذي يلي هاي الزاوية وهو انتقال بلوتو من الدلو لبرج الجدي متراجعا طبعا بدأت تراجع كوكب بلوتو في الدلو يوم 2.05 وذكرت أنه رح ينتقل بلوتو للجدي متراجع الساعة 11.52 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يظل متراجع في برج الجدي حتى تمام الساعة 12.32 دقيقة بعد منتصف ليل 12.10 بعدها بيرج على الحركة الأمامية في برج الجدي وفي مساء يوم 19.11 تمام الساعة 8.29 دقيقة مساء بيرجع من الجدي لدلو مجددا وحكينا أنه في فترة تراجع بلوتو الكوكب اللي بيتحكم بالمورائيات وراء الحياة كوكب السيطرة والتطرف والجنس علينا أن نتوقع تصرفات متطرفة من الأشخاص اللي بنتعامل معهم وهذا بيشملنا إحنا أيضاً إذا كرهنا إنسان معين فكراهيتنا إله بتزيد وبيحاول بعض مننا أنه يفرض رأيه بالقوة على الغير في هاي الفترة أيضاً بتكثر حوادث العنف الجنسي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها اليوم عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء الأكثر حساسية واللي لازم نراعيها وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي إنه راجع طبيبنا أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة 12 و25 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 43 و48 دقيقة صباحاً بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 27 يوم تمام الساعة وحدة و25 دقيقة فجراً بيصير 28 يوم نسبة الإضاءة 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحس بنسبة 10% القمر في الأسد حتى يوم 2 تسعة سعيد بنسبة 70% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر سعيد بنسبة 60% ساعة المساء سعيد بنسبة 40% عطارد في الأسد حتى يوم 9 تسعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي عفواً بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم ويعتبر هذا اليوم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالح حول تكرار المحاولات وممارسة الهوايات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو ممكن يكون في بعض المصريف الإضافية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لها سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إش إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد براوحة وركود عليك التحلي بالحكمة مواقعية بحل بعض الأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس وحاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة واطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية والمطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وهي فترة فيها بعض الصعوبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة وأجواء جيدة بتحيط بحياتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها فترة مثمرة على جميع الأصائد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بنسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمش إنك ما تنفعل حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيماً وأحسنوا إدارة الوقت واتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر